اشتركوا في القناة والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مشاهدين الكرام نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا مجددا في حلقة جديدة متجددة من حلقات برنامجكم الأسبوعي رياض الجنة في هذا الأسبوع أيها الأحبة باسمي وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ أحمد المحمدي الدعية الإسلامي أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ أهلا بكم محمد روضتنا هذا الأسبوع شيخنا الرياضة في الإسلام شاء الله حياكم الله شيخ كما ننوه للأخوة المشاهدين بإمكانهم الاتصال والمشاركة معنا نحن بإذن الله سنكون على الهوى مباشرة ونستقبل اتصالاتكم في موضوع الحلقة عن الرياضة أو الرياضة في الإسلام شيخنا أول ما نفتح به هذا الحوار هل الرياضة من الأهمية بمكان بحيث أن الشريعة هوليتها الاهتمام نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى إخوانه المرسلين وآل كل وسائل الصالحين وبعد حين نقف أمام قود رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراخ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها نعمة وأن الأكثر يتعامل معها بخسارة الغبن هو وضع الشيء أكثر من حجمه أو أقل من حجم إذا اشتريت سلعة بأكبر من سعرها فأنت مغبون وإذا اشتريتها بأقل من سعرها فقد غبنت البائع فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن نعمة الصحة ونعمة الفراغ الناس فيها على ثلاثة منهم من يعطيها كل أولوياته وحاجياته حتى ينسى الأصول والثوابت ومنهم من يتركها بالكلية وقليل من الناس من يوازن بين نعمة الصحة ونعمة الفراغ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن لجسدك عليك حقا وهنا قصة جميلة حدثت بين أبو ذر الغفاري وبن سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين زار سلمان صديقا له صاحبا له أخا له فاشتكت زوجته أنه دائما يعني يقوم الليل ويصوم النهار يعني هاجرها فزاره فلما زاره كان في الثلث الأول قال نم قال أريد أن أقوم قال نم ثلث الثاني قال أقوم ثلث الثلاث قال نم ثم قال له إن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا عبد الله بن عمر لما أراد أن يصوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شيء قال أقدر قال أصوم الاثنين وخميس قال أقدر قال صوم صيام داوت ولا تزد يصوم يوما ويفطر يوما. فينا جملة جميلة جدا. كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يفر إذا لاقى. يعني إذا كانت هناك معركة فإن الصوم لم يطعب جسده. وبناء على ذلك العلماء فرعوا أن الصوم النفل الذي ينهي كل جسد الإنسان لا يفعله. وهذا كله كي يحافظ الإنسان على البنية الأساسية أو الرياضية للمسلم. الرياضة. نأخذ هذا من الرياضة. لذلك الدولة أولت أيضا اهتمام بالرياضة. فجعلت الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام يوم مخصص للرياضة. لكن ليس معنا هذا أن يكون الرياضة فقط في ذلك اليوم. إنما نقطة للانطلاق. شيخنا فريق العمل عد لنا تقرير واخذ فيها استطلاع أراء الجمهور حول ممارسة الرياضة وكيفيتها وأوقاتها. نستمع هذا التقرير أو نشاهد هذا التقريير ثم نكمل بقية الحلقة. أيها الأحبة فابقوا معنا. إنسان الرياضي اللي بانتظام تقينا دائما ناجح في عمله ناجح في دراسته ناجح في حياته الزوجية ناجح في حياته الاجتماعية علاقاته دائما طيبة لأن الرياضة تظلع كله استرس والضغوطات اللي في حياتك بشكل رهيب. طبعا مارس رياضة المشي كرياضة فردية وركوب الخيل وكرة القدم جماعيا وطبعا مارس الرياضة يكتسب صحة بدنية عالية والناس اللي مارسون الرياضة نعتبرهم ناجحين في حياتهم لأنه يعتبر جهد شخصي. والله الرياضة شيء مهم في الحياة شيء مهم في حياة الإنسان يحرق جسمه وهي هواية والإنسان يعني يشغل يومه ولا يعني يضيع وغاتل فراغ في الرياضة وشيء مفيد له والرسول صلى الله عليه وسلم ووصنا ببعض الرياضات المهمة منها الرماية ومنها ركوب الخيل ومنها السباحة. كل شخص عنده فرصة وعنده وقت ولازم يخصص الوقت أن يمارس الرياضة وأقل شيء أنه يمشي في اليوم نص ساعة إلى ساعة هذا أقل شيء لأن أنت اليوم بقوتك وبصحتك بكرة بتفقد الشيء هذا فإذا ما كان الشيء هذا معك تدريجيا من الصغر وتمارس الرياضة فرح تحسه في نهاية على الوقت اللي يضاع منك الرياضة يعني بتحسن من شكل الجسم مو بأنها بس يضعف بتكون عنده ترهلات فبيحرق دهون أكثر ذات رياضة أنا يمكن من بين الناس اللي كالعب الرياضة تقريبا مرة أو مرتين بالأسوة يعني صارع ما فيش وقت حتى لو فيه الوقت الإنسان مع الولاد وهذا يطلع مول يطلع الشغل لا يطلع يعني صعب تخصص وقت للرياضة خل أولوية من أولوياتك يوميا في حياتك خمسة يام في الأسبوع على الأقل تكون الرياضة جزء من جدولك الأساسي في اليوم تروح الشغل أو تروح الجامعة أو تروح مدرسة وتعمل الرياضة بعدين تجي العلاقات الاجتماعية أصحابك أصدقائك المجالس إلى آخرين طبعا بالنسبة للناس اللي يبون يفقدون الوزن ممارسة الرياضة أفضل لهم طبعا لأن ممارسة الرياضة تفقد الوزن وبنفس الوقت تقوي الجسم وتشد العضلات يعني الإنسان ما يعملش رياضة هو بداية الأمراض أمراض مزمنة أمراض من بينهم سكري من بينهم السمنة من بينهم النصيحة لأي شخص أنه يمارس الرياضة حتى لو ما بشكل اللي هو إحنا نقول احترافي أو ممارسة يومية ولكن يعني لا يتك الرياضة عن حياته اللي هي اليومية أو حياته حتى الأسبوعية دائما أنصح ابدأ بنفسك ولا تنتظر غيرك روح معك على الجم أو غيرك ابدأ معك الرجيم وإذا أنت محتاج تنظيم غذائي بننظم غذائك وتحدى المجتمع اللي أنت عايش معه لأننا احنا تغذيتنا سيئة سواء لقهوة والشاي تنحط معه السويت والشوكلة و24 ساعة قدامك في الدوام في البيت والمجلس والغداء والعشاء رز ومشابيز فإحنا مجتمعنا متعب فعلا شيخ مجتمعنا متعب نريد شيخنا أن ننقل هذا الكلام من إطار التنظير والمحاضرات إلى العمل كيف الإنسان أن يطبق هذا في حياته المجتمع عزايم بالليل عشاء قلت حركة قلت يعني جهد يبذله الإنسان اليوم الرياضي هو يوم للتذكير والتحفيز وليس يوم فقط طبعا هو ابتداء يعني أشكر جميع الإخوة الذين علقوا والكلام جميعا في إطار واحد نصق واحد أننا يجب أننا نمارس الرياضة أنا هنا أريد أن أفصل في ثلاث نقاط النقطة الأولى أننا نفعل ذلك من باب الرفاهية أو من باب تقليد الغرب أو اللهو البعض يظن ذلك ويظن أنه قبل ما آت الحلقة واحد يسألني بقول لي وقلت أنه عندي والله حلقة في كذا الرياضة والإسلام هل ليس دخل المشايخ في الرياضة هذا هذه ثقافة لابد أن نغيرها نحن لا نريد أن نقترب من الغرب ولكن نريد أن نبين أننا ابتعدنا عن الدي لو نحن وجدنا ودرسنا إسلامنا جيدا نعلم أن الرياضة كان جزء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعقد مسابقات للطلاب في الركض يعني في مستد أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على عبد الله وعبيد الله وصراقة ابن الحارف ثم قال لهم هيا هلموا ومن يسبق أولا له مني هدية النبي كان يشجعهم على ذلك رافع ابن خديج وسامرة كانوا شابين عندهم أربع عشر سنة فأراد أن يخرج للجهاد مع رسول الله فقال النبي تصارع أولا النبي علم مصارعة قال فصرع سامرة أخاه وكان أخاه يعني جيد في الرماية فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي محمد أيضا كان يشجع على ممارسة الرياضة والنبي محمد لما تجد وتقرأ في بنية رسول الله تجد أنها بنية رياضي يعني لما تقول كان سواء الصدر والبطن يعني ما عنده كرش هذه معناها إيه معناها أنه يمارس نوع من أنواع الرياضة النقطة الأولى التي ينبغي أن نركز عليها أن الرياضة ليست رفاهية وأن الرياضة هو جزء تستطيع أن تتعبد به لله تستطيع أن تتعبد بهذه الرياضة لله الجزء الثاني حتى وإما خلا من شيء من الترفيه يعني هي الاتنين مع بعض ترفيه مباح هي الاتنين مع بعض الجزء الثاني بعض الإخوة يقول والله أنا ما عندي وقت لموضوع ممارسة الرياضة نحن نحن من نستطيع أن نضبط أوقاتنا حسب أولوياتنا هتجد الأخ الذي يقول ذلك عنده وقت أن يذهب وزور ربعه وإخوانه عنده وقت أيضا أن يذهب وزور فلان وفلان عنده وقت أن يسهر في الليل لكن ما عنده وقت لممارسة الرياضة لماذا أن المرياضة ليست عنده ذا بال ذا أهمية لذلك نستطيع نحن نغير الكلمة بدل ما نقول مجتمعنا سيء لا نقول مجتمعنا اللي هو أنا وأنت والمستمع والمتحدث يحتاج إلى تغيير يبقى لابد أن نغير هذا المجتمع بأنفسنا وبأيدينا هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة التي أريد أن أركز عليها أن أصحاب النبي محمد صلى الله وسلم جميعا كانوا رياضيين لكن ليس بالمفهوم التقليدي لأن البعض لما نقوله رياضي ينظر إلى قرة القدم السباحة الطائرة التنس وينظر إلى المكان لازم النادي لازم لا الرياضة بمعنى هي معناها تحريك العام معناها ممارسة شيء ذا فن المشي رياضة المشي رياضة من أفضل أن معي رياضة فيه كتاب اسمه أربعين النووية مشهور جدا بعض الناس كتبوا كتب تفريعا عليها سموا الأربعين العمرانية والأربعين الغمارية فيه واحد اسم محمد خير يا الله موسى كتب كتاب سمه الأربعين الرياضية الرياضية وذكر فيه أكثر من أربعين حديث يدل على أن النبي محمد كان يحث الناس على ممارسة الرياضة إذن إحنا حين نتحدث عن الرياضة نتحدث عن ثقافة دينية إسلامية لكن افتقدناها نحن ولذلك سيدنا عمر بن خطاب كان ينكر على كل رجل ظهرت بطنه الول كرش كان ينكر لقي عمر رجلا يوما فقال له ما هذا كرش كبير جدا قال هذه نعمة الله يا أمير المؤمنين قال هذا غضب الله عليك ليس نعمة الله لا نعمة الله ينبغي أنك تفهمها جيدا إذن لما نتحدث نقول أن الرياضة جزء من الثقافة الإسلامية الدينية وللأسف الشديد الرياضة في الغرب تجدها ثقافة لا تقبل المناقشة يعني تجد الشباب يمارسوها الأطفال يمارسوها الشيوخ والنساء الكبار يمارسوها الكل يمارس الرياضة على أنها نوع من أنواع الثقافة إحنا إذا أردنا أن نمارس الرياضة لماذا الأمر شيخنا عندنا يختلف لأننا نمارسها عقوبة هل شيخ التقصير من الدعاء ذكرت أن أحد الأخوة كان يسألك يقول إيش دخل المطاوع أو أهل الدين في الرياضة هل ترى أن هناك قصور من الحث والتذكير لا هو أمر مشترك حتى نظلم خلنا الدعاء أمر مشترك يعني البيئة نفسها أخذت من المطوع هذا والذي يعني يلبس الغطرة والطاقية والثوب حتى أنا أذكر أن أول مرة ألبست فيها رياضة وطلعت حول المسجد الناس اللي بيصوروا معي في المسجد يعني ينظروا يسرى يعني حتى لا يرينوا وجوهك فأعملت درسة على طرف صلاة العصر وخبرتهم أني ممارسة الرياضة ثقافة ممارسة الرياضة تصرف عنك الأعلام نحن نقول دائما درهم وقاية خير من قنطار علاج طيب درهم الوقاية يكون في ماذا يكون في الرياضة لما نذهب يا شيخ هناك شاب حدثني أنه إذا قام من السجود إلى القيام يشعر أن النفسه خلاص كاد أن يتوقف هذا شاب في العشرين سبعة وعشرين وعشرين سنة كيف هذا؟ ونرى بأم أعيننا بأم أعيننا 82 سنة و90 سنة ويمارسون الرياضة أنا أذكر كنت في بروكسل في المحاضرة وعند بعد الغذاء فجاء شيء من الحلو فأنا أخذت قطعة صغيرة كده وجنب رجل تقريبا يا دكتور محمد 75-76 سنة فقال لي لماذا أنت لم تأكل الحلو قلت والله أنا عامل رجيم فقال لي يا أخي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم إيش موضوع الرجيم قال لي يا شيخ لا تقطع ما تريد من طعام ومارس الرياضة هذه القطع الحلو نصف ساعة تحرقها يبقى إذا أنت أكلت ما أردت ومارست الرياضة إحنا الأسف نأكل فوق ما نريد ولا نمارس الرياضة وإذا أردنا أن نمارسها نمارسها عقوبة يعني نمارسها من أجل نحن الرجيم نمارسها من أجل نحن نخفض الوزن لا نمارسها من أجل أنها نوع من أنواع الرفاهية نوع من أنواع المحب أصبحت غير محببة للنفوس لأنها عقاب طيب شيخ نائك كيف الإنسان يمارس كان الإنسان يستشعر أنها تقوية تقوي الجسم مثلا طبعا المؤمن القوي كما قال النساء السلام خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف العلماء لما تكلموا تكلموا في القوة الإيمانية كأساس لكن القوة الإيمانية وغيرها إذا كنت طالب يبقى الطالب القوي خير وأحب عند الله من الطالب الضعيف إذا كنت عامل يبقى المؤمن العامل القوي إذا كنت تاجر المؤمن التاجر القوي إذا كنت أمير كل ما كنت فيه طالما كنت قويا فيه الله عز وجل يحب ذلك فالإنسان والرياضة مصدر ومصادر هذه القوة يستمدها للإنسان لن تستطيع العلماء الرياضة يتكلمون بأن الرياضة عبارة عن أمرين عن بناية وترميم البناية في مرحلة الشباب والترميم في مرحلة الشيخوخة يعني أنت عندك من سن عشر سنوات إلى سن ستين سنة تستطيع أنك تبني بعد ستين سنة يجب أنك تمارس الرياضة حتى تحافظ على بنيتك الأساسية المصيبة أنت لم تبني في شبابك ولم ترمم في شيخوختك وتتكي على المرض ونرى بأم عيوننا الدواء الذي تنفقه الدولة ومدعوم طبعا والنس تأخذ الدواء هو مرض كذلك تأخذ الدواء هذه كلها كيمويات في حين أنك ممكن تصرف هذا الدواء عنك أنا أعرف رجل في الستين من عمره كان يأخذ دواء للسكر مارس الرياضة لأن توقف عن هذا الدواء وكثير من الناس من يفعل ذلك ولكن بحب ليس بعقوبة إذا عملت الموضوع بعقوبة كلها شهر اثنين وتجلس طيب شيخنا دعنا نربط هذا الموضوع بالشريعة يعني الإنسان الآن هل الرياضة هو قوة الجسد تعينه مثلا على الصلاة على الحج على الصيام يعني نجد أن الإنسان القوي يعني يستسهل ذلك لكن على العكس الإنسان المتكاسل تجد صلاة ثقيلة عبادة ثقيلة قيامة في الليل ثقيل صحيح كيف نربط هذا بذلك الرياضة هي تصحح البدن فإذا غابت الرياضة عنك وغاب الركض وغاب المشي وغاب كل أنواع ذا أنت لا تستطيع أن تصلي أنا أود الحردك أن فيه واحد يصلي معي إذا قام من السجود إلى القيام يشعر أن نفسه خلاص قد انتهى وقائم من السجود كأنه يعفع العمل شاق مع أننا لو رددنا ذلك إلى السلف الصالح لو وجدنا عجب العجة هل كان منهم من يمارس الرياضة بانتظام مثلا شيء عجب يا دكتور أنا الآن سأذكر القصة لا أدري الوقت مسموح ولا لا هي قصة طويلة شوية لكنها قصة تبين لك أن نأصح أيها الأحبة نأخذ هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله فلقوا معنا أهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم مرة أخرى وظيفنا هو وظيفة الشيخ أحمد المحمدي الشيخنا كنت تريد قبل الفاصل أن تتكلم في حياة السلف مع الرياضة وكيف كانوا يمارسون الرياضة بانتظام نعم يعني إذا قرأنا سيرة السلف الصالح نجد أن هناك متخصصين يعني فيه العداء الذي يركض لا يباريه أحد وكان نبي يصنع بينهم مسابقات فيه الفارس فيه الخيال أنا أذكر الآن قصة لعل البعض لم يسمعها قبل ذلك قصة الصحابي اسمه سلمة ابن الأكوع نعم سلمة ابن الأكوع لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزاه وهو كان يعني يسوس فرس لطلحة بن عبيد الله فهو طالع كيف الصباح فوجد عبد الرحمن الفزاري أغار على ظهر رسول الله يعني أخذ حلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قتل غلامه فسلمة ابن الأكوع ذهب إلى رباح وقال يا رباح خذ هذا الفرس وأعطيه طلحة وأبلغ رسول الله صلى الله وسلم أن عبد الرحمن الفزاري أغار على ظهر رسول الله صلى الله وسلم ماذا فعل سلمة ابن الأكوع أخذ يرقض من الصباح من الصباح ومعه وطبعا الجماعة هناك معهم الخيل هم رقمنا على الخيل ويرقض وراءهم عدوا على قدمي ثم يرميهم بالنبل فيرميهم في محمله فيأتي في ظهره فالناس تخفف قالوا فأخذوا يتخففون وأنا أتبعهم وهم يتخففون ثم إذا أرادوا أن يدركوني جئت إلى أصل شجرة فرميتهم فكنت أسكهم يعني أضربهم فيهربون مني حتى أتوا إلى ثانية ثانية اللي يضيق بين جبلين فجلسوا يتضحون يعني يأكلون الضحى معنى ذلك أن سيدنا سلمة ابن الأكوع بيرقض تقريبا ست ساعات خلفهم لأن لو قلنا الآن هم الظهر بدون فرس بدون فرس وبجد على قدمين ثم لما وجدهم صعد إلى أعلى الجبل فماذا يفعل فيأتي بالحصى ويرميهم يأتي بالحصى ويرميهم ويريدوا أن يعكر عليهم صفهم حتى أتوا بكل ظهر رسول الله هما يريدون أن يتخففوا وهو ينشد وراءهم رجزا أنا سلمة ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يوم الرضع يوم يوم الجبناء أنتم جبناء أنا وراءكم فجاءهم رجل من بني فزار كما في رواية مسلم فلان ابن الفزاري فقال لهم من هذا وأنا على رأس قرن يعني على رأس قبل صغير فقالوا هذا هذا الذي أتعبنا منذ البرح يقصد سلمة يقصد سلمة وجدنا منه عناء وتعب شديد قال ألا يقوم منكم نفر فيقتله فقاموا إليه أربعة والحين على رأس الجبل قال فلما أمكانوني من الكلام قلت لهم هل تعرفوني قالوا لا قال أنا سلمة ابن الأكوع ووالله ما أردت منكم أحدا إلا أدركته أنا عداء هذا عداء معناها أنه طول حياته بيركض بتعلم متأسس متأسس عنده أساس قال ما أردت أحدا منكم إلا أدركته وما أرادني منكم أحد فيدركني مش ممكن حد منكم يحصلني فقال أحدهم أنا أظن يعني الكلام بتاعك صح أنا أظن فرجعوا جميعا رجعوا عند أقوامهم قال وأنا أتبعهم حتى أتت وأقبلت فوارس رسول الله جنبة الفوارس الكلام هذا جمع العصر هو الوحد ويركض خلفهم من الصباح حتى العصر قال فأول ما قدم الأخرم الأسدي ثم أبو قتادة الأنصاري ثم المقداد ابن الأسود الكندي قال فنزلت إلى الأخرم فقلت يا أخرم لا تذهب إليهم وحدك حتى يقتطعوك هيقتلوك ولكن انتظر فوارس رسول الله فقال لي يا سلمة إن كنت تؤمن أن الله حق وأن القرآن حق وأن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فتركته فدخل فلقي عبد الرحمن الفزاري عبد الرحمن فارس معروف وكذلك الأخرم الأسدي فارس معروف قال فتقاتل فطعن عبد الرحمن الفزاري الأخرم فقتله فقام أبو قتادة فطعنه ثم هربوا فوارس النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودين على الخيل قال فتبعتهم عدوا على قدمي حتى ما رأيت خيل رسول الله ولا غبارها يعني معنى ذلك كان يسبق الخيل سبق الخيل سبق الخيل بفوارس النبي سبقهم جميعا حتى غبار الخيل لم يعد يراه ثم أتوا إلى مكان يسمى ذا قرد وهو المكان الذي سمت به الغزوة قال فحليتهم يعني ما أمكنتهم من الشراب أضربهم بالنبال حتى ينصرفون قال فانصرفوا وأنا أقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فقال أحدهم واثك لأمه أكوعه بكرة أنت من الصباح بتعد خلفك خلفنا بقدميك قال أكوعك بكرة يا عدو الله إي نعم أنا البجر وراكم من الصباح لما تكت سلمة وحده يرقد خلف جماعة من المشركين غاروا على رسول الله ثم يأخذ ما سرقوه فيرده إلى رسول الله ثم يتبعهم فلا يجعلهم يهنؤون بشيء هل هذا الرجل قام بهذا الفعل بقوته الإيمانية المجردة أبدا أنا أريد أن أتوقف فينا بخطور لأن إحنا أحيانا بنأخذ بعض النصوص أو كانت تلك وليدة اللحظة لما يكن هناك تأسيس قبل ذلك أحسنت سؤال هذا مهم جدا بعض الناس يقول نحن لا نقاتل لعدو بعتاد وعده ولكن نقاتلهم بتقوى الله نعم هذا كلام صحيح لكن ليس معنى ذلك أن تقوى الله فقط نحن بنأخذ بكل الأسباب وتقوى الله التي عندنا ليست عندهم فنهزمهم بها يعني ماذا يعني نحن والقوم على أهبة واحدة على قوة واحدة ولكن الفارق بيننا وبينهم أن تقوى الله معنا والدليل على ذلك لو أن التقوى وحدها هي التي ينتصر بها الناس ما قتل صحابي واحد ما قتل مشرك صحابيا الأخرم الأسدي من الذي قتله قتل عبد الرحمن الفزان عبد الرحمن مكافر والأخرم كان صحابي من أصحاب النبي محمد إذن القوة الإيمانية ليستين محركة وحدها هي ترجح الميزان لكن ما الذي يحرك التأسيس الذي قلنا عليه الرياضة التي كان يفعلها أصحاب الله إذن شيخنا فالقوة الإيمانية مطلوبة وكذلك القوة البدنية والجسدية والرياضية نعم هذه لا ترغي ذلك شيخنا فريق العمل أعد لنا مشهد درامي جميل يحدثنا عن كأنه يحدثنا عن غربة الرياضة وتقوية الجسد إذا أصبح الإنسان يمارس الرياضة يعني كأنه شيء غريب على المجتمع وهذا شيء واقع يعني نحن لا ندعيه ولا نشاهد المشهد للدرامي شيخنا ثم نعلق عليها أيها الأحبة مشهد درامي يفسر لنا أو يكيف لنا طريقة تعامل للناس مع الرياضة في هذه الأيام ثم نعود بإذن الله لنعلق عليه فبقوا معنا يا أخي أنا أرى ثلاثة متر أفضل ماذا رأيك؟ ثلاثة زين لكن دعنا نرى واجهة الأبراج أحسن حبيبي أرى لأن اليضاء نحن نضعه هناك ونحن نضعه من هناك ما عليك لكي نرى العالم هناك هل يمكننا بأحمد؟ نعم بأحمد بأحمد يا بأحمد يا بأحمد يا بأحمد تعال 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 نشوفك ماذا فيك؟ قل لي كير عسل واشر عسل واشر عسل واشر آه كير سيارتك أبلانة قل الصج قل الصج فلات السحبة لا يوجد شيء سيكون مريض باسم لأعليك كيف ترى بيتكم من بيت قل يا ربا يا حبيبي شوفي إذا لم تكن سيارة إذا لم تكن سيارة أتكلم أه لا أتكلم نسمع أبا ما استحي شغل تعال تعال بيتك غريم بيتنا تعال يا أخي تعال تعال لا تحاطي لا تفتح يا ربا لا تتكلم يا ربيبي بس أنت ركب معي لا تتكلم لا تتكلم بنواصلك بحيا الله أحمد دعوه يا بأحمد لا تشغل موترا قبل أن أقول لك كلمة ماذا يقول؟ ترى يا ربع كنت مارس رياضة والله مارس رياضة ما يسير عليك لا يا حبيبي اي رياضة اي رياضة علينا ادري بك انت استحي يا خانب اوصلك البيت حبيبي لا تحتمع لا تحتمع لا تحتمع يا حبيبي نفس ما اتفقنا اي المكان مختلف اذا نكتب عندك ساوند سيستم وخل بعد الاسراء لا خطر حسنا يا أبو أحمد يا أبو أحمد صبر يا أخي تحبتنا ما لك يا أبو أحمد؟ سيارتك خربانة؟ ما لك بثلاثم؟ مستحي منها لا مستحي منكم ولا موتري خربان أمارس رياضة والله أمارس رياضة ما هي؟ رياضة؟ رياضة تلوها؟ دريبة دائما نستحي لا أحول ولا أفضل أمشي حبيبي أمشي هاي سوارب أبو أحمد طيب شيخنا نحن لا نعم نقول البعض البعض شيخنا يستغرب الرياضة ويتعجب من الرياضة يعني إذا اتصل بك مثلا المشوار أو الموعد أو يعزمك قلت لك أنا رايح للجم أو رايح للنادي يا رجال ما لكهما للرياضة وليه وأنت مجنون أنت فاضي وأنت ما عندك شغل كيف شيخنا نعلق على هذا الواقع؟ للحق هذا المشهد التمثيل الجيد يعني لم يعد موجود الآن بهذه الصورة يعني قبل 10-15 سنة كان هذا الموضوع موجود أنا أذكر قبل 15 سنة كنت أسير من المسجد للبيت فوقفت السيارة ثلاث مرات ثلاث مرات يقفون لي عشان يوصلون لكن الآن الحمد لله أصبح في وعي أكثر أصبح في ثقافة أكبر أصبح حتى بعض المجالس بتعمل عندها في قلب مجلسها مكان للرياضة أصبحت الدولة كمان والدولة مشكورة في هذا الأمر أنها تعقد برامج وتعقد يوم كامل اسمه اليوم الرياضي وتعقد بعض اللقاءات حتى منهم هذا اللقاء أصبح فيه توعية أكبر من السادق ولذلك أنا أرى أن هذا الحمد لله يعني لم يعد بمثل هذه الضخامة الموجودة الآن وإلا حردك يقول الآن اطلع لك كل شيء صباحا أو مساء ما شاء الله تجد تجد أن كثير من الإخوة يعني إيه يركضون لكن شيخنا هذه لعلها رسالة إلى بعض المثبتين الذين لا زالوا يعني يفكرون بهذا الفكر هذه النقطة الثانية هذه النقطة الثانية هناك بعض الناس هو يرى أو ينظر إلى الرياضة من منطلق أنها رفاهية هكذا أو له مثلا والبعض ال� الآخر ينظر إليه أنها عيب يعني العيب أنك مرت Perché Гعبي أنك تمرس الرياضة يعني كيف أنت رجال كده أنت رجال وتروح أن man Should take on order مرتفق الرياضة وكأن هذه أصبحت مقابل الرجولة أصبحت مقابل الأخلاق لكن أنا أقول أن هذه أصبحت الآن تكد تكون محصورة في أعداد قليلة وإلا الحمد لله الشعب القاتلي ومن على قطر الحمد لله من على أرض هذه الأرض الطيبة الآن أصبح عندهم هذه الثقافة حتى كثير ما أرى أن الرجل يأخذ زشته ويسير معها بالباس محترم بشيء جميل ويسير معها وتسير معها وهذا أمر جيد نحن نحتاج إليه كثيرا طيب شيخنا آداب وممارسة الرياضة هل لها آداب بما أننا ربطنا بينها وبين الشر هل هناك آداب أو هو مجرد له وترفيه فقط هذه النقطة المهمة التي يجب علينا أن نركز عليها أكثر في مصر لما حدث موضوع التغريب أرادوا أن ينقلوا المرأة من عصر الحريم إلى عصر الحرام لم يكن هناك منطقة في الوسط فظهرت مباشرة أغاني وصفور وعمت ذلك الوطن العربي كله نحن نقول أن الرياضة أمر مهم جدا لكن لا يعني ذلك أن نخرج من عدم الرياضة إلى مرسة الفاحشة باسم الرياضة هناك رياضة لا تستطيع أن توصفها إلا بالفاحشة لبعض البنات الذين يفعلونها ما يشبه الرقص تماما بلباس يعني هذا ليس نوع من أنواع الرياضة هذا نوع من أنواع الفحش وكل ما عدا الأصول الدينية والأعراف التقليدية يسمى فحش ما فحشة من الأمر إذن نحن نريد رياضة بآداب شرعية لأن رياضة شأنه شأنك أي عمل يعني لا بد أن تكون متوجه بضوابط شرعية أحسنت ما هي الآداب التي ينبغي أن نسلكها نحن حتى نمارس الرياضة وتخدم وطنك هذه في حد ذاتها تؤجر عليها والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول حتى اللقمة يضعها الرجل في في زوجته له بها صدقة إذن الأمر الأول استصحاب النية الأمر الثاني في ممارسة الرياضة عدم خرق العادات النية شيخنا التي يستصحى الإنسان هنا نية ماذا؟ أن ينوي أنه يفعل الرياضة حتى يصحح بدنه يساعد المظلوم يدفع الشر عن نفسه وأيضا يتقوى بالرياضة على العبادة يتقوى بها على الحج أنت الآن لما ترحت حج الآن حتى بعض الشباب لا يستطيع أن يكمل الطواف بعض الشباب يقول لها أنا أتعبان ما أستطيع أن أمشي السعي كله هذا كل والسبب أنه لم يعد يسمعها الإعدادة المناسب ما أعد ذلك ما أعده من قبل إذن أنت تفعل الرياضة وفي ضميرك حتى إذا حججت تقول إن شاء الله تفعل ما فعله رسول الله بعض الشباب يقول أنا أريد أن أفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط لا أريد رخصة أريد أن أفعل ما فعله رسول الله طيب هذا لن يكون إلا بإعداد مسبق لن يكون إلا ببنية قوية يبقى إذن النية الأمر الثاني عدم خلق العادات بمعنى معروف أن عندنا حادات وتقاليد في هذه البلاد أما تجد بعض الشباب إذا أراد أن يمارس الرياضة يلبس شرط يكاد يكون مغطي منطقة العورة فقط وبعدين يخرج ثم يخرج أمام الناس هذا ينافي الحياة فضلا عن الشرع يعني أنت كده خالفت دينك بأن أظهرت عوردك للناس خالفت العادات والتقاليد بأن فعلت ما يكره الناس المصيبة الكبرى أن هذا الأمر إذا ترك يصبح بعد ذلك عادة هتجد أن أبنائنا أنفسهم يخرجون ويمارسون هذا الأمر هذا الأمر الثاني الأدب الثالث ألا تصرفك عن طاعة ولا عن فرد أنا الآن لا ينبغي أن أمارس الرياضة فأضيع صلاة الفجر أنا إذا أردت أن أمشي بين مثلا دعنا من الفجر الآن بين المغرب والعشاء وأدركت الإنسان مثلا صلاة العشاء نعم يقول أؤخر صلاة العشاء أو تأخير الصلاة هذا لا يجوز يبقى يقب عليك أنك تضبط تضبط معاييرك ولذلك العلماء يقولون من كان أول همه ضبط الصلاة ضبط الله له كل حياتي أنا عندي أوقات الصلاة هذه هي المعايير عندي متى سأرقب بين المغرب والعشاء يعني نصف الجدوى الشيخنا بناء على هذه الأوقات إلى نصف ساعة بين المغرب والعشاء تستطيع أنك تأتي مرة ذلك ثم تأخذ الشاورة ثم بعد ذلك خلاص الأمر بقى منتهي أنا أريد أن أرقب ساعة ونصف بعد صلاة العشاء يجب أن تكون بعد صلاة العشاء يبقى الأمر الثالث ألا تشغلك عن طاعة الأمر الرابع ألا تشغلك عن عمل يعني أنا أجد بعض الناس حين يذهب إلى الوظيفة ثم بعد ذلك يلبس اللفس الرياضي وينزل يتريض في أوقات الدوام لا في أوقات الدوام غير مسلوح لك وقت الدوام هذا ملك للدولة وقت الدوام هذا ملك للناس المراجعين لك يبقى ينبغي عليك أن تؤديه يبقى عملك الأصلي بعض الناس مثلا يرقض طيلة الليل ثم إذا ذهب إلى الدوام يذهب وهو يعني تعبان مش قادر لا يبقى أنت كده خالفت الأصل عندنا أن تفعل هذا وأنت لا تصرفك هذه الطاعة عن طاعة عن طاعة عن الطاعة وعن العمل والأمر الرابع أن لا تصرفك عن صورة الأرحام يعني بعض الناس أيضا هو لا يجعل وقت لأهله ولا لزوجتي ولا لأولاد سمعنا في التقرير النهار في الدوام والمساء مثلا يكون في المرسل سمعت في التقرير كلمة جميلة أحد الإخوة يقول أن إذا مارست الرياضة ما أجد وقت للأهل والأولاد هذا جيد لكن السؤال لماذا لا أمارس معهم الرياضة لماذا لا أخذهم جميعا وقد يمارس الرياضة في البيت وقد يمارسها في البيت لكن أنت في الغرب وأنا لا أقول ذلك لكي نتأسى بالغرب لا نحن نقول أمور على أرض الواحد يعني نحن أولى بهذا منهم نحن أولى منهم تجد الأب مع أولاده يمارسون جميعا الرياضة هو أخذ نوع من أنواع الترفيه ثم صل رحمه وصل رحمه ثم ربط علاقة متينة بينه بالأبناء ثم بعد ذلك مارس البيض يبقى عمل أربع شغلات في شغلة واحدة أو في عمل واحدة نعم طيب شيخنا أنا قبل أن تكمل أخذ أبو محمد من الدوحة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل محمد الله يحييكم وذكر نفسي وإياطم المستمعين بأن أهم ما في الرياضة هو الشمس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن حمام العرب أو استحمام العرب الشمس ويكفينا من الرياضة إن شاء الله المشي لأنها من الفطرة وحسن الظن من شيء من المؤمن مبارك الله فيكم تزاكي الله خير أبو محمد والله يحييك شيخنا قبل أن نعلق على تصالة أبو محمد ونكمن نخرج فاصل أيها الأحبة ثم نعود لنكمن ما تبقى من محاور الحلقة فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة شيخنا أنت كانت تتكلم عن الأداب وذكرت النية وأن لا تكون مثلا الرياضة محرمة وأن لا تشغلك عن طاعة وعن صلة رحم هل بقي شيء من الأداب؟ بقي الجزء الذي ذكرته الآن أن لا تكون محرمة يعني في منك رياضات محرمة لا يجوز للمسلم أنه يشترك فيها مثل مثلا المصارع حتى الموت هؤلاء الذين يعني يدخلون في حلبة وهذه الحلبة مغلقة من كل نواحيها ثم بعد ذلك يدخل الاثنان لا يخرج أحد منهما إلا ميتة هذه موجودة الآن هذه موجودة الآن كنوع من نوع الرياضة كنوع من نوع الرياضة هذا أمر محرم لا يجوز ولا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة كذلك من أنواع الرياضة المحرمة الرهان هؤلاء الذين يخرجون ويراهنون على الخيل ويراهنون بأموال باهظة هذا أمر لا يجوز وليست هذه الرياضة وفي عندنا سلوك أيضا خطأ أننا لا نفرق بين مرصة الرياضة والاستمتاع بالرياضيين يعني عندنا ثقافة فرق القرى نجلس نحط جنبنا الشاي ونحط جنبنا اللب ونحط جنبنا الحب ونحن رياضيين بنعمل نشجع الفريدة على الفريدة ثم بعد ذلك نتعصب وممكن نحن تأخذ بيننا خصومات من أجل ما شيخنا حتى لو ما تعصب هل يطلق عليه رياضي إذا كان نشجع لا يرد ولا شيء ممكن العاجز يفعل ذلك أنت ماذا فعلت وقال لك أوريه النهاردة أوريه مطش النهاردة طيب كواستلعب لا لا أنا راح أتفرق طيب أنت ماذا فعلت ما الذي استفدته ففيه فرق بين مرصة الرياضة وبين حب الرياضة حب ما شئت لكن ينبغي عليك أن تمارس الرياضة فكذلك من الأمور المحرمة التي لا يجود للمسلم أن يدخل فيها هذه الرياضات المحرمة بالنسبة للرجال طيب شيخنا قبل أن نتكلم عن ذلك أبو محمد تكلم عن رياضة الشمس وتكلم عن رياضة التلمشي وهذا قد أشرت لي هل الخطاب هنا بالرياضة شيخنا يخص الرجال والنساء أم هو في معشر الرجال فقط للرجال والنساء يعني المرأة أيضا تمارس الرياضة وليس هناك دليل يمنع المرأة من مرصة الرياضة بالضبط الشرعية أبدا بل أكثر من ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يمارس الرياضة مع زشته يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج تقول عائشة كان النبي إذا أرد أن يخرج في غزات أقرع بيننا فأيتهن خرج سهمها خرجت معا فأقرع النبي بيننا فخرج سهمه فالنبي ماشي هو والجيش كله ثم أمر الجيش أن يتقدموا ثم رجع إلى عائشة وقال يا عائشة هل أمي نتسابق يا سلام هذا الزوج يكلم الزوج النبي يكلم زوجته قال له هل أمي نتسابق عائشة شخص هذه الكلمة لها أكثر من معنى يعني غير الرياضة نعم أطبعا فيها معنى اجتماعي كثير معنى اجتماعي فيها معنى ما يبس نحن عشان بنركز في الرياضة نعم عائشة قالت فسابقني أنا هنا كقارئ عائشة لم تتعجب لم تقول له لماذا كيف كيف نتسابق معنى ذلك أنها متعودة على ذلك معنى ذلك أنها اعتدت من رسول الله أنه يذهب معها للرياضة ويفعل بل أن عائشة كانت إذا طلبت أن ترى أولاد الحبشة وهم يلعبون بالسيوف والرماح كان بالسلم يعطيها ظهرة ثم يخبئها بعباءته ثم يجعلها تشاهد ثم يقول لها أفرغت يا عائشة تقول لا فيمكث النبي ها أفرغت يا عائشة لا فيمكث النبي تقول عائشة وما كان من حب للحراب ولكني كنت أريد أن أغيض زوجاتي يعني شغل يجي من الخبار لكن مع ذلك النبي كان يسمح لها بذلك فقال هل أمي نتسابق قالت فسابقني فسبقته يعني من اللي سبقت عائشة رجالي عائشة سبقت رسول الله أنا أفهم أن النبي تركها تسبقه يعني أنا أفهم أن النبي ترك عائشة لتسبقه وهذا أيضا من كريم خلق الزوج يعني جميلا ما تكون مثلا تلعب مع زوجتك خليها مرة تزبأ خليها مرة تغلب ليس هذا يعني من باب الله ثم بعد ذلك بعد سنين تقول عائشة وكنت إذ ذاك حملت اللحم أصبحت يعني متينة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل أمي نتسابق قالت فسابق شخصنا حملت اللحم معنها متينة يعني صرت متينة كان أحد الأخوان يقول حملت اللحم تقول أتى بطشت فيه لحم لا أصبحت يعني متينة قالت فسابقني رسول الله فسبقني يعني سابقها مرة أخرى مرة ثانية بعد سنين قالت فسابقني فسبقني فأخذ ينظر إلي ويقول هذه بتلك هذه بتلك السؤال هنا لماذا سبقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المرة الجواب لأنها حملت اللحم الجواب لأنها ضعفت عندها المرسة الرياضية الجواب لأنها لم تعد كالسابق لأن الطبيعي إنها صغيرة والطبيعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبر في السن كان في الستين من عمره فالأصل النية تكون أقوى من ذلك لكنها لما حملت اللحم أشاهد من هذا أن النبي محمد سابق زوجته ورقد معها ورقدت معه ولم يكن ذلك بين أصحاب النبي ذا كلام لا هذا رسول الله هو يفعل ذلك إذا كان النبي يفعل ذلك فالأولى منه نحن أن نفعل ذلك يعني آخر مرة مارس الأزواج مع زوجاتهم من رياضة متى هذه ثقافة معدومة عندنا ثقافة المشاركة بالزوج والزوجة هذه قد تكون ثقافة معدومة عندنا إذن فممارسة النساء للرياضة هو أمر ليس محرم ولا مجرم بل الأصل فيه الإباحة بضوابط شرعية ما هي الضوابط الشرعية حتى لا نطلع على إخوان الضابط الأول الستر لا ينبغي المرأة أن تمارس الرياضة وهي لا تسطر نفسها والنبي محمد وصف لباس المرأة لا يصف ولا يشف طب يا الله عايزة تلبس لباس المرأة تكون في صالة معينة في مكان خاص بالنساء لا تكون أمام الناس يبقى رقم واحد الستر رقم اثنين أن تبتعد عن الرياضات التي تخرجها من طبيعة الأنوثة يعني مرأة تلعب ملاخبة طبيعة المرأة أنها أنثى طبيعة المرأة ذلك هذه تخرجها ثم أضرار ذلك قد تكون في المستقبل يعني كم من فتاة فقدت عذريتها من أجل مرسة بعض الرياضات العنيفة الموجودة الآن فالأمر الثاني أنها تبتعد عن الرياضات التي تخرجها من دائرة أنوثتها ثم بعد ذلك الضوابط المذكورة في الرجال تأتي على النساء ألا يشغلها عن فرد ألا يشغلها عن طاعة ألا يشغلها عن عمل ألا يشغلها عن زوج لا ينبغي عليها أن تنشغل بالرياضة عن زوجها طيب شيخنا ذكرت أن نبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقها في المرة الأولى ثم سبقها قبل ذلك ذكرت شيء شيخنا من التعصب نعم كيف نحاول أن نفعل الروح الرياضية عند الناس نعم أصبح التعصب شيخنا موجود وأصبح الرياضة سواء ممارسة أو أو مشاهدة أو مشاهدة أحيانا يعني عند البعض تولد شحناء وبغضاء وتثير العنف للأسف هذا موجود وأنا بعيني تابعت ذلك يعني أنا كان عندي رحمة الله على خالي كان عندي خالي ولده خالي يشجع نادي الزمالك وولده يشجع نادي الأهل كان إذا حصل مباراة بين الزمالك والأهل أنا أتفرج على خالي وابن خالي هم الاثنين يعني شحنون بطريقة أخرى حادية التعصب هذا مقيت وفي أمور يعني هي نفسها أقرب منها إلى الأمور التي تأخذ على البديهة بمعنى إيه الجول إذا دخل إحنا نسمي إيه هدف الفريق إذا انتصر نسمي إيه البطل فاز هذه تأتي على مسامة للأطفال والشباب فتجعل كأن الفوز لهم والهدف لهم أصبح هدف بعض الشباب هدفه في الحياة أن فرن يدخل الجول هدف في الحياة أن الفريق الأول ينتصر على الفريق الثاني هذا أمر بعيد كليا عن معنى الرياضة المعنى العام وعن حتى معنى الإنسانيات يعني كثير من القبائل حدث بينها مشاكل من أجل مرس الرياضة وأنا أذكر في يوم وعلى الهواء مباشرة قام أحد اقتربوا من واحد يدعي فدعا لفريق فالثاني هاوشة على الهواء والطرق أنهم يقطعوا إذن شيخنا غياب الثقافة الرياضية مسؤولية من؟ مجتمع مجتمع الثقافة هذه مسؤولية المجتمع وكل واحد فينا أضرأ بنفسه أنا مربي أولاد يعني أنا والله بكيت بكيت حين رأي الطفل يبكي يبكي لأنه فريق هزم وأمه تحاول أن تهدئه والأسف يعني وجعل مقارنة بينه وبين ذاك الطفل الذي بكى عندما ختم القرآن شيخنا دور الآباء هنا هل الآباء دور أقصد في تنمية وحب الرياضة لدى الأبناء مثلا؟ نعم أول شيء التوعية ممارسة الرياضة لا بد أن نفرغ بين الممارسة والتشجيع وأنا دايما أقول للآباء حاول أنك أنت تعمل منفذ لأولادك في الرياضة جعلهم أمارسون هذه الرياضة ولو مارستها معهم لكان هذا أفضل ووضع ثم بعد ذلك لا ينبغي أن نجلسهم في الأماكن التي يحدث فيها نوع من أنواع تأثير العقل الجمعي على العقل الفردي تقصد التعصب مثلا؟ بمعنى إيه؟ الآن الدور محمد تحتك بتشجع فرق وكان من أنت دور محمد ولا لا؟ أنا ما شجع دور محمد الآن لا يشجع ولو في هذه الأمور لو أنا أخذتك الآن على مباراة بالناديين كبار وجلست في أحد الفريقين أول عشر دقائق هتجلس متنكر يقول إيش هذا دقائق؟ إيه دليل جابني هنا؟ إيه كانوا مفايدة؟ العشر الأول العشر الثانيين عشر الثالثين هتجلت بصلي عقول تدور محمد نفسه عشت في الجو اسمها العقل الجمعي لما يؤثر على العقل الفردي العقل الجماهير لما تؤثر على العقل الأفراد إحنا نبعدهم عن هذه الأماكن حتى لا يصوا بهذا الدأ من التعصب نعم طيب أبو ماهر معنا شيخ نان نستقبل أتصال أبو ماهر تفضل أبو ماهر باختصار إذا تكرم السلام عليكم وبركاتي السلام ورحمة الله الله يبارك فيك أخير عزيز أخير عزيز في شخص صابوا مرض بعيد عنكم بين إصابة الرجل وراح على بريطانيا فقال له الدكتور أنت مسلم قال له نعم مسلم قال له شو أنت يام أنت مسلم أو ما تصلي هذا السؤال أو ما تصلي قال له هذا المرض ما سيب المسلمين بسبب الوضوء هذا الكلام ببريطانيا هذا السؤال السؤال الثاني الدكتورة في المصر الاسكندرية والشيخ مصري يمكن أن يارس هذه القصة عملت دراسة على العمود الفقري فطلع الذين يصلون ما عمدهم أمراض فقر عمود فقري فهذا الصلاة تعتبر من الرياضة طيب بإذن الله أبو مهر أحسنت حياك الله شيخنا الوضوء طبعا تتكلم عن فضل الوضوء باختصار هناك دراسات كثيرة على هذا الأمر على موضوع الوضوء وعلى موضوع الصلاة أيضا على الموضوع الصلاة الاتنين عنهم دراسات كثيرة وفي بعض الأبحاث قالت أن الإنسان إذا مارس الرياض عفوا الصلاة بوضوئها بأوقاتها لا يصب بالأمراض التي يصب بها غيره خاصة في صلاة الفجر عملوا دراسة على أن الإنسان الذي يصلي الفجر لا يصب بقلطة أبدا أو سكت قلبي مستحيل شيخنا موقفنا من هذه الدراسات نأخذها كما هي أنا بس أعجب أن نقل هذه يا دكتور فوجدوا أن السكت الألبيب تأتي في وقت هو يجب أن يقوم فيه ولو دقائق فهو لما يقوم يتوضأ أو يصلي خلاص تدرب عنه سكت طيب هل موقفنا هل نحن نمارس الصلاة لأنها رياضة لا أنا أمارس الصلاة لأنها تعبد أنا أتعبد إلى الله بالصلاة طيب هل الصلاة تغني عن مرسة رضا لا لا تغني يعني نحن نشجع هذا الكلام ونقوله لكن لا ينبغي أن ننخدع حتى نقول الله لا الصلاة بس تكفينا عن مرسة رضا لا لو لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمارسون كل أنواع الرياضة بكل فنونها ما انتصروا على فارس والروم بالصلاة وحدها لن ينتصروا على هؤلاء لو كانت بالصلاة وحدها ينتصر الحق على الباطل من هزم أهل الحق مطلقا لا الله لم يقل وأعدوا لهم الصلاة قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كل القوة التي ينبغي لكنها تعدها عدها يبقى لا ينبغي أن نحن نبتعد عن موضوع الصلاة ولا أن نربطها بالرياضة أنا والله بأمارس الرياضة في الصلاة لا أنا أصلي لأني أتعبد لله بذلك هل في فوايد أخرى آه في فوايد أخرى لكن أنا الصلاة عندي هي التعبد الأمر الثاني لا ينبغي أن الدراسات هذه يعني تحصر تفكيرنا في أنه والله يكفي عليك طالما أصلي يبقى أنا مارست الرياضة لا والله يا أخوي نصف اللي بيصلوا ما شاء الله كروشهم أمام وأبدانهم ونستطيعون لماذا؟ لأنهم صلوا لكن لم يمارسوا الرياضة نحن نريد الصلاة ونريد أيضا ممارسة الرياضة بجوالها يعني هذه الدراسات شيخنا نمرها كما هي وتأخذ نحمد الله على ذلك نحمد الله أن العلم هذا ونستطيع أن نحاجج بها غيرنا لكن لا توقفنا هذه الدراسات عند حد الصلاة لا نحن نصلي ونمارس الرياضة طيب شيخنا أخيرا كيف نوفق بين ممارسة الرياضة وأداء الحقوق والواجبات وقد ذكرت من الضوابط والأداب ألا تمنعك الرياضة أو تقطعك عن أداء واجب أو عمل أو عبادة ألا تغلو في الرياضة ولا تغلو في الحقوق لا اعتدال الوسطية أما تجد تنظر إلى رجل جعل الرياضة هدفه الأصيل والوحيد هذا لا بد أن يزور على الحقوق والواجبات ولما تجد إنسان ينشغل بالكلية فيعطي بعض الحقوق والواجبات أكثر من حجمها يبقى هذا أيضا سيجور يبقى هي عملية الموازنة أنت في عندك حقوق وواجبات أدي كل ذي حق واجعل من حقوق وواجباتك أن تمارس ولو ساعة واحدة حاب نتكلم عن ساعة للطور هاب نتكلم عن رياضة أنت عندك 24 ساعة في اليوم حاب نتكلم عن ساعة واحدة فقط لم مرسة الرياضة ونصف ساعة لبس وخال ساعة ونصف يوميا لا نتحدث عن شيء عظيم هي ساعة ونصف يوميا ولو برياضة المش طبعا كل عمر ينظر إلى عمره لا ينفعش أقول رجب أبو 60 أو 70 سنة تعال مارس الكرة وانت ما عندك أساس لا مارس رياضة المش والصغير هذا يمارس رياضة السباحة رياضة القدم المهم أن الجميع يمارس الرياضة من أجل أن تصح أبدائنا وتكون نيتنا أن نصحة الأبدان وسيلة إلى عبادة الله عبادة مستقيمة يبقى أنا أخذ الأجر على هذا ونصف سيح أن نقوم لله بالحق وذلك بصحاب النيات دائما أنا أحد الإخوة كان يقول والله أنا لذة قيام الليل ضاعت مني قال من أول ما أصدت بمرض الدسك وأنا إذا وقفت أصفر فالألم يخرجني عن الصلاة وحتى الشباب لما نطيل بهم بعض في صنوات الليل أو في صلاة الأشياء مثلا أو الفجر أو القيام في رمضان قالوا الشباب وقالوا يا شيخ نحن ما نقدر وقالوا بصلا الشباب يجيبوا الكراسي حتى يجلسوا عليه لماذا؟ لم يعتادوا لم تكن الرياضة جزء من أوقاتهم لذلك أصابهم هذا الوقت نعم شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد المحمدي وجعل ما قدمت شيخنا في ميزان حسناتك وأسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والكيس هو الذي يحاسب نفسه دائما لإدراك هذه الفضائل وقديما قالوا العقل السليم في الجسم السليم وصلنا أيها الأحبة إلى نهاية هذه الحلقة إلى أن نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة